اهلا بحضراتكم واخر فقراتنا النهاردة في المحترف هنتكلم بقى تاكتك شو هنتكلم فنيا في كورة القدم ويمكن محمود محضر لنا جزء مهم جدا كل الناس كان بتتكلم على بدايات الماني يونايتد في البروميال ريك يعني كان بدايات سيئة جدا وسبحان الله تحول الأمر إلى تفوق غير طبيعي فوز ثلاث مبارات متتالية فالنهاردة في فقرة التاكتك محمود طبعا أنت هتشرح لنا أو تقول لنا الحكاية بالزبط أول مباراتين لمانشستر رينايتد في سيزون كابتن كان فيه مشكلة كبيرة جدا عن منشستر رينايتد تتغيط قلب ماتشين ماتش في الأولترافورد وماتش برر أولترافورد ماتش منهم 4-0 ماتش بتاع بريندفورد اللي أنا شايف أنه كان الترنينج بوينت أو كان التحول بشكل كبير جدا ليه تنهاجه لمنظومة منشستر رينايتد كلها بنتكلم أن المشكلة دائما كانت عند منشستر رينايتد أن هم لو عاوزين يعملوا build up من تحت أو عاوزين يبدأوا الكرة من تحت أنت مطالب أن يكون عندك حارس مارما بيقدر يلعب رجليه كويس جدا ويكون عندك الاتنين الستوبر يقدروا يطلعوا بالكرة ويكون عندك لعيب رقم 6 أو رقم 8 الاتنين يقدروا يعملوا التحول من الدفاع للتلت الهجومي ولكن الأزمة كانت كلها طبعا هاري ماجوير اللي هو الأزمة الكبيرة جدا اللي كانت عند منشستر رينايتد نفس الكلام كان ديفيد ديخيا لحد دلوقتي واحد من أفضل حراسة العالمة ولكن عنده مشكلة فيه طريقة اللعب بالرجليه وفي نفس الكلام لوكشو واحد مستوى على طول المتزبزب اللي هو الباكليفت بتاع منشستر رينايتد وعنده مشكلة كبيرة جدا في السرعات عاوزين نشوف بالحالات منشستر رينايتد إزاي يبتدى أول مباراتين كان آخر مركز في الدولي ودلوقتي منشستر رينايتد بعد أربع مبارات متتالية بيكسب فيهم الأرسنول بيكسب فيهم ليفر بول بيبقى المركز الخامس على الدولي خليليني نبتدي بأول تاني مباراة لمنشستر رينايتد في الدولي وهي مباراة برينجفورد بتغلبوا فيها أربع صفر شايفين هنا كريستانو رونالدو بينزل يستلم الكورة علشان خاطر ما فيش حد قادر يعمل الزيادة العددية أو حد قادر يوصل الكورة فالراجل نزل هنا اتضغط عليه الصورة اللي بعدها شباب بأول يا كابتن وبيتضغط عليه الراجل بيفخد الكورة في المنطقة دي بتاعة فديق أخد منك عملية البلد عملية بناء الهجمة كان سيء جدا وأي فرقة بتعمل ضغط عالي على الماني يونايتد بيبقى عنده مشكلة فاضطر كريستانو رونالدو ينزل أربعين متر علشان يستلم الكورة وبالتالي حصل ضغط عليه وخسر فيها الكورة الصورة اللي بعدها هنشوف في الصورة اللي بعدها كابتن أولا منشيستانو رائح خسر الكورة من هنا مهاجم برينتفورد رايح طبعا فيه أزمة كبيرة جدا وفيه زيادة عددية للعيبة برينتفورد على لعيبة منشيستانو نحن نشوف في الصورة اللي بعدها بيلعب مهاجم برينتفورد الكورة ودخية الكورة بتقعب بص هنا كابتن فيه أزمة كبيرة جدا كان بسبب أن لساندرو مارتنيز بسبب أن ما فيش هنا حد في وسط الملعب في لعيبة رقم 6 أو لعيبة رقم 8 لما كريسيانا نوده خطفت منه الكرة كان فيه مشكلة دايما في الوقفة بتاعت العيبة فكان فيه المساحة الرجل جيب راحته وقدر يشوت الكرة صورة لبعدها وكرة بتقع من إيد دخية وبتخش الجول صورة لبعدها طبعا أنت بتكلم بعملية عملية البناء مش موجودة طبعا دخية كمان خلي بالك حارس مرمى عظيم وكبير جدا لكن أخطاءه كمان على مستوى البريميليج ليه أخطاء كثيرة جدا جدا وبالتالي زي ما أنت بتقول المشكلة اللي كانت عشان ناس برضو تفهم مشكلة المان يونيتد مفيش بلد عب بشكل كويس وبالتالي أي فرقة بتضعط عليها من قدام وتنهاج كان مصمم أنه هو يلعب بأسلوبه اللي كان بلعب فيه بأيكس ولكن الأدوات مختلفة والضغط مختلف والفريق اللي أنت بتقابله هكوا عفين إنجلترا الرتمة تعالى الرتمة علي جدا 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 نشوف الجور في حالة تانية تشرحوا تكتكيين الفرق ما بين أول مباراة وآخر أربع مباراة تكلم عن البلد عب ما كان عنده مشكلة والخط الدفاعي كله اتغير بالكامل نحن نتكلم أنه كان بيلعب هاري ماجواير وبيلعب جنبه لساندرو مارتنيز اللي كان أساسي من أول الدوري ولكن هاري ماجواير عنده مشكلة كبيرة جدا عنده مشكلة كتيرة جدا في كل حاجة والغريبة أنه حد دلوقتي هو الليدر وهو كابتن الفرق ودي كان شيء غريب جدا الراجل تخلى عن كل الكلام اللي بيحصل ده كله ولعب بالحاجات اللي هو مقتنع بيها واللي مؤمن بيها بشكل كبير جدا شال هاري ماجواير وجاب فران فران كرته أفضل إلى حد كبير جدا دي صورة هنا بنشوف دخية كرة بطاعة من إيده بصنا كابتن كانت في ديها تريباً 12 المباراة ألبت بشكل كبير جدا ومباراة بازت على منشل الصناعيات خصوص أنه كان في المباراة الأولانية قصران صورة اللي بعدها هنشوف برضو نحن هنا بنشوف دخية دخية الراجل بيضغط عليه توني الفروت بتاع برينتفورد والراجل الفروت التاني مبيمه بيضغط على لساندو مارتينيز نشوف هنا هاري ماجواير محدش ضغط عليه محدش ضغط عليه ليا كابتن عشان الراجل كرته قليلة بشكل كبير جدا فهما بيضغطوا على الاتنين اللي يعملوا الضغط التالت جاي مع إيركسن عشان إيركسن هو كان المفروض يقوم بتدوير الكرة من تحت الصورة اللي بعدها مجرد ما تلاعب الكورة من إيركسن ضغط جامد جدا على لعيب منشتسون ويتد إيركسن والكورة بتتخطف بص بقى يا كابتن بعد ما الكورة كانت فرصة البداية هجمة وزيادة عددية ما أنا برضو عشان برضو نفهم هو ليه أكيد الخطأ من دخية ده رقم واحد وعندما نشوف لعب مضغوط المفروض ما يدينهش كورة لكن تفتكر عدم الثقة في ماجواير إن أنا سلمه الكورة كان سبب إن اختيارات دخية إن لأ قدي إيركسن اللي هو جاي عشان يستلم مني فالهيرموني بتاع خط الدفاع وخاصة إن كنت بلعب بمدافع فلو ما فيش تفاهم ما بينك خاصة ما بينك ما بين حارس المرمى أو سلجباك لجنبك بتبقى عندك مشكلة كبيرة وده اللي كان واضح في أول مغاراتين ما فيش ثقة يا كابتن إن كور كتيرة جدا جدا بتبقى ميتة بنشوف من السنة اللي فاتت خصوصا فيه كور كتيرة جدا داخلت منشتسة النوات ده الندخية بحاول يسند على مجوار ولكن المشكلة الندخية ومجوار كوريتهم قليلة فهي دي القصة فبقى نكمل الصورة اللي بعدها صورة اللي بعدها فبقى قوم الثلاثة على واحد الراجل بص يا كابتن كام واحد على اثنين مساكين من منشتسة الرايتد وبيحرز 18 بالزبط الصورة اللي بعدها برضو وبيحرز برينتفورد الهدف التاني عشان المباراة تتحاول بشكل كبير جدا نيجي بقى هنا نبكنا حدك على لوك شو لوك شو لعيب اوفر ريتد اوفر ريتد بشكل كبير جدا عنده مشكلة في السرعات عنده مشكلة في العدو وراجل مستوى مش ثابت هجميا ممكن يكون كواس ولكن دفاعه بشكل كبير جدا دي كان كورنر ليه منشتسة الرايتد الصورة اللي بعدها كرة تلعبت هنا لسانشو بالعرض من دالوت نشوف الصورة اللي بعدها الراجل بيتضغط عليه بشكل كبير جدا من لعيبة برينتفورد عاوز ريتكابتن بقى نمص هنا على لوك شو وعلى مهاجم برينتفورد لوك شو سابق مهاجم برينتفورد نشوف الصورة اللي بعدها مجرد ما تضغط على هو خلينا بس قبل الصورة اللي بعدها الطبيعي جدا لو انا بلعب بك شمال والكرة دي في الوقت دي ده انا مش هقف جنبه انا حابقى عامل برضو استاند باي انه ممكن الكرة دي تتقطع او تطلع قدام وبالتالي حدي حدي مساحة حتى ان انا كود متواجد على اللي وراها على ساند لو الكرة دي تلعت قدامها بقى عندي انا قطوطين ثلاثة ازبقى فيهم بزرط هو واضح جدا اوتو بوزيشن بشكل جيد اوتو بوزيشن نشوف الصورة اللي بعدها مجرد ما تضغط على سانشو الكرة قطعت منه الراجل رايح عاوز يزقل نفسه عشان يروح يلعب اللونج باس بنشوف الراجل بدأ يتحرك بالظبط كده بدأ يتحرك من 18 بتاعة برينتفورد الصورة اللي بعدها نشوف اهو كابتن بدأ ولسه لوك شو اصلا مش مركز وبيتفرج على اللي بيحصل برضو نشوف الصورة اللي بعدها الراجل بيلعب الكرة عالية بشكل كبير جدا وشايفين هنا مهاجم برينتفورد هيبدأ يدي السبرينت نشوف برضو الكرة بعدها نشوف تكملة نشوف هنا بقى كابتن سبق لوك شو سبق لوك شو الأوفر عشان خاطر يسبق ويحط لوك شو في ظهره وبيحرز برينتفورد الهدف الرابع الهدف التالي يعني الكرة جاية أصلا من ضربة ركنية لصالح من يونايتد تردد عدم تمركز صحيح بالنسبة لخط الدفاع بشكل كبير بالظبط كده هنا بقى كابتن فاحنا قلنا لوك شو قلنا دخية قلنا هريمة جوائر طريقة غارت بشكل كبير جدا الراجل بقى بيعتمد وبرضو كان عنده مشكلتين هاج أنه في أول السيزون كان بلعب ساعات أريكسن فيروت ساعات نزيل رقم 8 كان فيه عكا كده شوية الراجل عمل هاج منشست رونيتد تغير بشكل كامل لحظة واحدة معلش نرجع بالصورة منشست رونيتد تغير بشكل كبير جدا 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 أنه بقى بيعتمد على أنه بقى عنده اتنين صناع لعب واحد بيقوم بدور هو بقى بلعب بواحد رقم 6 اللي هو مكتو ميناي واتنين قدامه اللي هم برونو فرناندز وأريكسن ولكن في حالة أن منشستر مع الكورة بيزق مكتو ميناي اللي هو احنا هنا شايفينه يا كابتن ده مكتو ميناي اللي مفروض يبقى لعيبه رقم 6 ومفروض هو أولا تحت مكتو ميناي بيزق ياخد واحد معاه عشان يسيب الاسبايس الكبيرة لبرونو فرناندز إنه بقى مضغوط عليه من لعيب واحد فقط وبيحصل الدبل باس ما بين أريكسن وما بين برونو فرناندز بقى فيه اثنين سنوعة لها رقم ما بين أريكسن وما بين برونو فرناندز هي ده يا كابتن هي ده التيرنينج بوينت أو النقطة التحول بين اللي بشكل كبير جدا في منظومة التين هاج مع منشاستر طبعا على مستوى خط الدفاع كمان على مستوى خط الدفاع حصل تغييرات كثيرة حصل تغييرات كثيرة يا كابتن أكيد حضرتك يعني يعني نجم الدفاع الأول أكيد يعني من نجوم الكرة المصرية في الدفاع أكيد يا كابتن عارف أحسن عاوز أسأل حضرتك سؤالي ساندرو مورتنيز كابتن كمساك هو مساك عنده يعني عنده شغف كبير جدا وقوي جدا وعنيف ولكن يا كابتن هل حضرتك شايف أن قصر قمته ممكن تأثر يعني لما لعب ما هلمت لا بص ما هو خلاص موضوع منت ومنت في قرط القدم ده موضوع منتهي زمان كان يقول لك لا اللعب القصير أنا بالنسبة لي لو سيردي باك بلعب كرة وعنده تايمين كويس جدا اللي متوفر فيه عنده كمان بيطلع الكرة من رجله بشكل كويس عملية الأطوال دا بتحصل يعني بتحصل في الكرات السابتة بشكل كبير جدا لكن ما أعتقدش أنه هيبقى عنده مشكلة يعني علبة مثلا سيردي باك عظيم ومش طويل ما عندهوش لا ما عندهوش ماجواير طويل جدا عنده شكل كتير فانت بتتكلم تغيير تغيير طريقة طلوع بالقرى طريقة البلد بين راكل مكتوميناي خلاص بقى يثبت هو رقم 6 في الحالة الدفاعية فقط بيلعبه 6 وقدامه 2-8 وفي الحالة الهجومية هو اللي بيزق عشان يسحب معاه واحد من شفنا ساحب معاه واحد من أرسنال وعلشان إيركسن يبقى عنده المساحة نشوف خصوص يلغط على فران والراجل ده ضغط على ساندرو مارتنيز ولكن أرسن مش ضغط عليه غير واحد بس علشان خاطر يقدر نشوف الصورة اللي بعدها أرسن بيعمل باص قطري لبرونو فرناندس بص يا كابتن المسافة اللي تقطعت دي كلها من باص واحد من أرسن اللي عنده إمكانيات كبيرة جدا 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 في الباص بتاعه بيلعب لبرونو فرناندس الصورة اللي بعدها برونو فرناندس بياخد الكورة بيبدأ هنا هي دي النقطة المحورية إنك تقدر تعمل هجمة مرتدة بشكل كوي اللي هو يتحول خلص انت دربت باص واحد دربت خط النص كله في تواجد كويس قوي من برونو فرناندس في مبين خط الظهر وخط الوسط وبالتالي عنده المساحة مع انتلاقات طبعا راشفورد وسانشو على ناحة الشمال وطبعا أنتوني الصفقة الجديدة نشوف برونو فرناندس نكامل نشوف بقى هنا كابتن سانشو بياخد الراجل ويروح وبياخد هنا راشفورد ويروح أنتوني مش باين قافل باين في الكادر ولكن هو واخد زنشينكو ساي بالمساحة دي كلها ناخد الصورة اللي بعدها نشوف هنا يا كابتن بقى أنتوني اللي واحده خالص راشفورد استلم طبعا كل المدافعين بقى ما بقاش فيه حد موجود في مكانه وبيلعب الفاضية لأنتوني كل دي يا كابتن مساحة فاضية في ظهر زنشينكو علشان الراجل يتحط واحد لواحد دي طبعا اتلعبت له في وقت يعني بالزبط في الوقت المناسب قبل الأوفصايد وطبعا الفينيش بشكل كويس انت ركزت على جزء مهم جدا كان مفتقد ولمان يونايتد عملية البلد أب والترنزيشن عالج ودوت من خلال وسط الملعب وكمان عندك السرعات استغل السرعات بشكل كويس في الهجمات نقدر عليها هجمات مرتدة واثنين صناع لعب يا كابتن المشكلة ان ما فيش منشستر ما عندوش يعني منشستر كان بلعب بفريد ومكتو ميناي وبرونو فرناندز وبرونو فرناندز هو الوحيد اللي قادر انه هو يعمل التحولات وقادر انه هو اللعيب الكوير اللي قادر يعمل سروب باس وقدر يحطك مع الجون ولكن منشستر بانتداب اريكسن اللي برضو بشوفه جاي فريد فرق بشكل كبير جدا بعندك اتنين صناع لعب اريكسن اللعيبة بتاع فتلعب بيمنها وبشملها مهما يتضغط عليه بقدر بيطلع بالكرة وهي دي كانت السر بتاع تين هاج في تغيير الشكل بتاع منشستر طبعا تحليل مميز بجد محمود يعني بنشكرك عليه شكرا جزيلا شكرا على وجودك معنا النهاردة لقائمة حضراتكم يوم الاتنين يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف